اشتركوا في القناة اطلقتها سامسونج على مدار تاريخها وبعد فترة من اطلاق الهاتف ظهرت صور تابعة لشخص صيني توضح انفجار الهاتف النوت 7 التابع الى وما تشنا نعرف هل انه شخص استخدم كابل اصلي بالشحن ام لا وكان هذا الشي بمثابة ناقوس الخطر بعد ذلك توالت انفجارات النوت 7 في اكثر من دولة لذلك قررت سامسونج انه توقف طرح شحنات اضافية من الهاتف وفتحت تحقيق على مود تعرف شو المشكلة بعد ما فتحت التحقيق تبين انه هناك مشكلة في البطارية وانه المشكلة مو بالشحن بحيث انه المستخدمين اللي انفجرت تلفوناتهم تأكد المعلومات على انهم استخدموا الكابل الاصلي الخاص بالشركة بعد ذلك ظهرت تسريبات على انه سامسونج راح تسحب النوت 7 الموجود في السوق العالمي وبعدها بفترة قصيرة جدا تأكدت هذه التسريبات وسحبت سامسونج من خلال مؤتمر صحفي قالت انه احنا راح نسحب 2.5 مليون جهاز تم بيعة ونقوم باستبدالها بالمجان الشركة ما وقفت عند هذا الحد وقالت انه احنا ملتزمين بسياسة الجودة اللي نقدمها في منتجاتنا للعملاء واحنا اخذنا كل الحوادث اللي مرت مع العملاء مالتنا على محمل الجد بحيث اعترفت الشركة انه هناك مشكلة في البطارية من بعض الشركات الموردة للبطارية واني اشوف انه هذه الحركة حركة شجاعة جدا وجريئة من شركة مثل سامسونج تعترف انه خطأت في بعض الامور لكن بصراحة شي ضيق الخلق سامسونج بعد ما بدأت الموسم بداية قوية مع السامسونج السيفن والسيفن ايج اكملت الموسم في نهاية رائعة مع النوت سيفن خسرت بهذه اليومين فقط سبع مليارات من حصتها السوقية واعتقد انه الكثير من المستخدمين اصبح في دائرة الشك الان بحيث انه السامسونج نوت سيفن راح تنخفض مبيعاته بكل تأكيد حتى بعد استبدال الاجهزة بالمجان وشي محزن انه جهاز مثل النوت سيفن يصير به ما صار عموما سامسونج تقول انه 24 جهاز فقط من كل مليون راح يواجه مشكلة الانفجار وبصراحة انا اشوف انه هذه الارقام يعني صحيح انه شركة سامسونج اعترفت بالخطأ لكن انا اشوف انه هذه الارقام قليلة ليش لانه اكثر من 35 حالة شفناها قبل يومين فاتوقع انه اكثر من 24 جهاز ممكن يطلع بالمليون على العموم غلطة شبيرة من سامسونج ومثل منقول غلطة الشاطر بألف سامسونج خسرت واتوقع راح تخسر الكثير خصوصا انه الناس اصبحوا في شك ممكن يجيك واحد يقول لك لا تشتري النوت سيفن النوت سيفن ممكن ينفجر وممكن ماكو ضمان انه ما راح ينفجر او راح ينفجر على العموم هذا الكلام راح يصير موجود اكيد حتى بعد استبدال الاجهزة على العموم سامسونج ايضا اتكلمت بشكل بسيط على انه ارضاء العملاء وتكلفة سحب الاجهزة من السوق واستبدالها بالمجان راح تكون تكلفة كبيرة على الشركة لكن هي ملتزمة بمعايير الجودة اللي تقدمها للعملاء والمفروض انه حسب اخر التقارير خلال هذه الاسبوعين راح يتم استبدال النوت سيفن في كل بقاع العالم ونصيحة انه اي واحد عنده نوت سيفن حاليا يرجع للوكيل حتى يتم استبداله احسن ما تصير بيه مشكلة انفجار البطارية لا سامح الله ويخسر الجهاز وقبل الختام احب انوه انه النوت سيفن ظهرت بمشاكل اخرى ايضا مثل مشكلة تشغيل او اعادة تشغيل الهاتف تلقائيا وشي محزن بصراحة بالنسبة سامسونج خصوصا انه الايفون سيفن راح ينزل بعد ايام وكان هو المنافس الوحيد او اشرس منافس للسوق بالنسبة للايفون سيفن واكيد راح يأثر الايفون سيفن على النوت سيفن من ناحية المبيعات ومن ناحية الطلب خصوصا بعد المشكلة والاكمة اللي تلقتها شركة سامسونج على العموم كان فيديو سريع اتمنى انه اعرفته تفاصيل الموضوع الخاص بانفجار النوت سيفن اللي حصل على الكثير من الاهتمام واللي طغى على الكثير من الاخبار في هذا الاسبوع لا تنسون تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وايضا اشتركوا بالقناة على اليوتيوب وتحياتي يا اخوكم حمد الحدد وفي ماله